وسط أجواء من عدم الاستقرار والسيولة السياسية تعيشهما أكثر من دولة عربية يبدو الدور التركي رقماً لا يمكن إهماله في معادلات التوازن الإقليمية لما تتمتع به العلاقات العربية التركية من خصوصية وأهمية تلك العلاقات التي شهدت مرحلة من إعادة البناء منذ العام 2003 تزامناً مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وما تبع ذلك من مواقف وسياسات تركية منفتحة على المحيطين العربي والإسلامي أول المواقف كان رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية بالعبور من الأراضي التركية إبان غزو العراق ما ترك أثراً إيجابياً في الأوساط العربية التي وقفت ضد الاحتلال الأمريكي وتتابعت المواقف التركية المتجاوبة مع الحق العربي في فلسطين تتابعاً زاد من عمق العلاقات مع العرب بالقدر الذي أثر سلباً على التحالف العسكري الذي كان قائماً بين أنقرة وتل أبيب وحوله إلى خصومات ومواقف سياسية حادة بلغت ذروتها بمقتل سبعة متطوعين أتراك حين اعتدت القوات الصهيونية على سفن أسطول الحرية الذي كان في طريقه لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة ومع اندلاع الثورات الربيع العربي كان لتركيا دور في مساندة تلك الثورات مساندة رسمت صورة أكثر قرباً من نفوس الشعوب العربية غير أن الربيع العربي ما لبث أن انتكس في أكثر من دولة عربية بفعل الثورات المضادة الأمر الذي أورث تركيا خصومات مع بعض الأنظمة التي ترى في حكومة أنقرة مسانداً قوياً لمن تصفهم بدعاة الفوضى في المنطقة ورغم ما اعترى العلاقات التركية العربية من فتور بسبب مواقفها من الربيع العربي إلا أن تركيا تظل عاملاً بالغ الأهمية في ظل التطورات الأخيرة في سوريا والعراق واليمن وما يتكشف عن عمق التمدد الإيراني المتشح بالمذهبية في المنطقة العربية وكذا ما يتردد عن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية كل ذلك يفرض على تركيا وعلى الدول العربية تنسيق الجهود لمواجهة خطر بات يهدد الجميع ترجمة نانسي قنقر